لم يتمكن الجيش الفرنسي من غزو منطقة الغرب الجزائري إلا على مراحل فبدأ احتلال المدن الساحلية وهران أرزيو ومستغانم بدأ في توسيع سيطرته على المدن الداخلية في مرحلة ثانية لينتقل في مرحلة ثالثة إلى احتلال مدن الهضاب العليا ثم منطقة الصحراء بعد ذلك وواجه الاستعمار في كل مرحلة مرحلة مقاومة عنيفة بدءا بمقاومة الامر عبدالقادر ثم مقاومة ولاد سيد الشيخ وبعدها مقاومة الشيخ بوعمامة وأول مركز انشأه الجيش الفرنسي في الجنوب الغربي كان سنة 1853 بمدينة البيض كما انشأ مراكز عسكرية للمراقبة في قصر تيوت غير بعيد عن مغرار تحتاني مقر زاوية الشيخ بوعمامة كما اهتمت الحكومة الفرنسية بمشروع خط السكة الحديدة في الجنوب الغربي ويدخل هذا المشروع في اطار تنفيذ المشروع الفرنسي الواسع الرامي الى ربط شمال افريقيا بغربها مرورا بعين الصفراء في هذه الظروف اعلن الشيخ بوعمامة الجهاز ضد الاحتلال مستغل انغياب الجيش الفرنسي المرابط في منطقة وهران بسبب مشاركته في الحملة على تونس فمن هو الشيخ بوعمامة هو محمد العربي بن الشيخ ولد بقصر الحمام الفوقاني بمدينة فوقيك سنة 1840 وفي 1875 انتقل مع اسرته الى مغرار التحتاني وانشأ زاويته هناك واصبح احد شيوخ الطريقة الشيخية وبعد ان اصبح للشيخ اتباعه مؤيدين اعلن الجهاز ضد الاحتلال فانضمت اليه عدة قبائل وكانت اول مواجهة عسكرية بين الجيش الفرنسي والمقاومة في 27 افريل 1881 في منطقة سفيسيفا عندما اراد رئيس المكتب العربي في البيض وين برينر اعتقال احد قادة الشيخ بوعمامة واصفرت هذه المواجهة عن مقتل الضابط الفرنسي واربع من مرافقه ثم اتسعى نطاق المقاومة ليشمل كل منطقة الجنوب الغربي للجزائر بعد هذه الحادثة جهز الجيش الفرنسي حملة كبيرة ضد المقاومة تتكون من ثلاثة فيالق من المشات وعدة فرق من القوم قديمة من سعيدا وفرندا وتيارت بالاضافة الى فرقة المدفعية وفرقة القناصة توجهت الحملة الى منطقة القصور الشلالة بجبال القصور ودارت معركة مويلق بين الطرفين في 19 مايه 1881 استعد الشيخ بعمامة لهذه المعركة التي دارت في ميدان واسع منحصر بينها ضبتين متوازيتين بدأت المعركة بهجوم فرسان القوم على جيش المقاومة الذي رد المهاجمين ثم طاردهم متحديا بذلك المدفعية وفي نفس الوقت هاجم مشات المقاومة القواعد الخلفية للجيش الفرنسي وأدى ذلك إلى أرباكه وتفرقت الإبل المحملة بالمؤن ثم اشتبك الثوار مع فرسان الفيلق الفرنسي في قتال عنيف خلف الجيش الفرنسي عدة قتلى في هذه المعركة وبعد هذه الهزيمة انسحب العقيد إنوسونتي بجيشه إلى الخيسر اغتنم الشيخ بعمامة فرصة هذا الاضطراب في صفوف الجيش الفرنسي ونظم مسيرة نحو التل استغرق 23 يوما من 30 ماي إلى 21 جوان 1881 وتعتبر أهم حدث بعد معركة مويلة وزع الجيش الفرنسي وحداته في المنطقة محاولة منه منع وصول الشيخ بعمامة إلى التل كما يلي طابور في قرية مدرسة جنوب فرندا وتمركز طابور آخر في سعيدة أما الطابور الثالث فكلف بمراقبة منطقة راس الماء وكلف طابور رابع بحراسة ممر الخيسر الاستراتيجي بالإضافة إلى الفرق المتمركز في البيض كان هدف الشيخ بعمامة من هذه المسيرة التي قطع فيها 730 كم هو تأديب القبائل المتعاونة مع الاحتلال الفرنسي وقطع خطوط التليغراف التي تصل إلى البيض وتحريض السكان على الجهاد انطلقت مسيرة الشيخ بعمامة من البيض السيد الشيخ ووصلت إلى جنوب فرندا دون أن يتمكن الجيش الفرنسي من اعتراضها ثم توجهت غربا وفي جنوب سعيدة غيرت اتجاهها نحو الجنوب وعند وصوله إلى قرية تيرسين وزع الشيخ بعمامة جيشه إلى قسمين وواصل سيره نحو الجنوب حتى بلغ بوسمغون وفي أثناء المسيرة انضمت عدة قبائل لجيش المقاومة اترى هذه الانتصارات التي حققها الشيخ بعمامة قرر الاحتلال الفرنسي القيام بتحركات سريعة تمثلت في إرسال قوات إلى الجنوب الغربي وكان هدف هذه القوات ملاحقة جيش المقاومة في منطقة عين الصفراء ولبيض السيد الشيخ وفي 16 أوت 1881 قصف الجيش الفرنسي ضريح السيد الشيخ انتقاما من السكان كما دمر القصور وأحرق مزارع النخيل وردا على هذا التدمير هاجم الثوار كتيبة للجيش الفرنسي في عين الصفراء في هذه الظروف انسحب الشيخ بعمامة إلى منطقة فقيك لاحق الجيش الفرنسي أفراد المقاومة في فقيك فاستدرجه الشيخ بعمامة إلى شط تيكري ودارت بين الطرفين معركة في هذا المكان في 16 أبريل 1882 استقر الشيخ بعمامة في مسقط رأسه بالحمام الفقاني وفي هذه الفترة وصل إنجاز خط السكة الحديدية إلى مشرية سنة 1882 واستهل ذلك على الجيش الفرنسي نقل العتاد والجنود إلى الجنوب الغربي مع نهاية 1883 لجأ الشيخ بعمامة إلى إقليم توات واستقر في واحد دلدول لغاية 1894 أنشأ زاوية له وعمل على إلقاء الدروس الدينية في 16 أكتوبر 1899 قررت السلطات الفرنسية منح الأمان للشيخ بعمامة لكنه رفض ذلك وانتقل مع بداية القنة العشرين إلى العيون قرب وجدة وفي 17 أكتوبر 1908 توفي رحمه الله في العيون سيد ملك قرب وجدة ترجمة نانسي قنقر